السلام عليكم معكم شاد العبادي وبهذا الفيديو جاي أحكي عن هذا الكتاب الموسوع الميسع عن الأديان و المذاهب هذا الكتاب أمات أن أخذته من واحد صاحبي اسمه خالد أعطاني إياه عشان هو دعافني بيحب الأديان و هاي الأشياء و أمات الكتاب يعني طلع مقبول خمسمائة صفحة يعني فعليا اختصى لأوجاب لكول الأفكار الدينية الموجودة بالساحة أو المعوفة يعني و مش هيك بس جاب لي بعض الأفكار تعيت الطواقف الإسلامية بشكل مختصار جدا بل حتى الطواقف المسيحية طيب هذا الكتاب عمالناتان يعني حسب ما أنا فهمت ما فيش إلو اسم لشخص ولا إشي و أظن أنه عمل مؤسسي لأنه مكتوب فوق أنه الندو العالمي للشباب الإسلامي بلا 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 فهو شكله يعني عمل مؤسسي يعني مش هسب على شخص واحد بهذا الفيديو يعني إذا حكيت إيش يعني في هذا الفيديو حكون أحكي عن المؤسسة كلها ما علينا هذا الكتاب بالمختصة تاعه أو بشكل مختصة كتاب كويسك فيها إذا كنت مثلا أنت شخص حاب يبلش في موضوع الأديان أو الأساطية أو مثلا حاب أو لا مش الأساطية بس الأديان وحاب مثلا تأخذ لمحة عن الطواقف الإسلامية هذا الكتاب هذا يعني عمل هذا الإشي جاب لك كل الأفكار الدينية واختصى لك أديان يعني أديان كبيرة كثيرة وعظمة بصفحة أو صفحتين زي المسيحية أحسب كم صفحة اختصاها بجزء ثلاث صفحات أو صفحتين المسيحية مع كل كتبها وانجينة الأبو كريفة وكل الطواقف وكل هاي الأشياء كله اختصى لك هي بثلاث صفحات وهذا إشي عن جد أنا يعني محتام وكثير بهذا الكتاب الاختصى جدا يعني كويس وجاب لك أغلب الأفكار المهمة بكل دين وهذا بعضه إشي كويس كثيرة جاب لك الأفكار جدا ممتازة بسمح هيكه هذا العمل وهذا الكتاب مع أنه الكلام اللي أنا بحكي عنه كويس ولكنه في مشاكل أكثر أول مشكلة المعلومات معنها كويسة ومختصة بس كلها قديمة وغانها قديمة مش محققة ومش أكيد أنها صح وغاك بعض الماجع اللي استعملها بالكتاب مش كثير الماجع يعني يمكن مثلا استعمل ماجعين ثلاث ومن هاي الماجع اللي استعملها مثلا هتقال لكم شوي من هاي الماجع إظهار الحق اليهود ونشئتهم وعاقدتهم تأخ الأقباط الله عباس العقاد مش عهف من هو خطى اليهود على العالم الإسلامي بلا 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 المهم يعني اللي بدي أحكي عني أنه أغلب مصاده يعني مصاده قديمة ومش يعني مصاده عليها القيمة ما عادة طبعا الكتاب إظهار الحق تع الهندي طبعا هذا كويس جدا باقي الكتب لا أمانة مش كويسة أمانة وقديمة جدا فالبدي أحكي هنا إن المصاده بعضوا تعيث الكتاب مش كثيرا وغانها مش كثيرا مش كويسة وضعيفة جدا بعضوا فيه معلومات كثيرا غلط وكان يظل يعيدها بالكتاب مثلما كان يتحدث عن الديان البوذية كان يتحدث أنه بوذة هو إله طب معلش يعني في عندك طائفتين المفروض كانت تتكير طائفتين البوذية اللي بيهاملوا بالبوذة أنه إله والثانية اللي بيهاملوا أنه إله وغاها المشكلة كان بعضو لما ذكى بوذة قال أنه بوذة نصلب على الصريب وهي معلومة غلط وكان كلما يتحدث يجيب لك اشي عن اساطية و اشي سيثن عن الديان الهندوسية مثلما نتحدث عن الكاشنا قاعد يتحدث أنه انه ولد من ديفاكي وهو ديفاكي طبعا كان تعذى ومعت على الصليب ومشعرف شو هاي معلومات غلط ثبت زمان أنه القصص اللي بيحكوا هنا بتشبه قصة يسوع ما فيش فيها ولا تشابه كل هذا حكي فاضي فالكتاب أمانة والمشكلة ما عاد مثلا هاي المعلومة أنه في مثلا واحد ان صلب وكان معذى وبصاشو مكان واحد عادها بنص الكتاب وهذا هاي مصيبة على فكرة أنك تجيب لمعلومة قديمة أفض مثلا هذا أول كتاب واخر كتاب مثلا واحد قاعدوا عن الأديان وأخذ ما كلامك مسلم مية في المية هاي مشكلة يأخذ أفكار غلط طبعا أنا ما بقلل من قيمة الإش اللي عملوه بس المعلومات كان لازم يدققوا فيها وغان هيك بعضو في مشكلة ثانية بعض المعلومات اللي عن طوأف الإسلامية كانت زي الزفت يعني بيجي لك مثلا يحكي لك عن الشيعة وطبعا اكيدا هم سنة اللي كتبوا الكتاب فبيجيب لك مثلا الأفكار زي الزفت عن الشيعة ما عناش مشكلة معهم ماشي عندهم بعض الأفكار مش كويسة بس بعضو عندهم أفكار كويسة ما بص انك بس تشيطنهم ويجيب مثلا أفكار مثلا قالها بعض علمائهم مش كلهم بعد هيك تعمم على الكل طبعا مش الشيعة بس اللي عنك عنهم وصوفية بعضو ومش عالف مين فكان بس دي بيين لك انهم كلهم شياطين وإحنا بس أهل الحق ما عنديش مشكلة أنا سني كمان بس إنك تشيطن الناس شيطني بهذا الشكل أنا ما تنضطها ناجع بعضو لموضوع المعلومات بعضو المعلومات مش كويسة لما حكا بعضو عن الكنفوشية كنفوشية أو كنفوشيوس ما كان معطيهم حقهم لهاي الشخصات كان يقول لك هظل مش أنبياء هظل فلاسفة طب يا سيدي كنفوشيوس إلو كثير كلام بيحكي عن عدالة السماء طب بلاش يا سيدي كنفوشيوس لاوتسو ليش ما جبت سيعته لاوتسو بعضو من أعظم حكماء الصين وكان إلو حوارات مع كنفوشيوس بعضو حزيته بعضو بالاختصار اللي سووه كمان أهم له شوية شغلات يعني كان مهم جبوها زي لاوتسو مثلا أو مثلا كنفوشيوس كلامه عن عدالة السماء وهي الأشياء إنه مثلا كان فيه احتمال يكون نبي الزادش تي باظو قاعد يقول لك عبيدة نار ومش عارفش وهذا غلط باظو الزادش تي موحدين طبعا دينهم تحرف أنا معاك بس باظو يعني إلهم أشياء كويسة طيب مختصار الكتاب هظل إذا بدلي أقيمه بصاحة يعني بنصح فين إذا كنت شخص هاوي وحاب يبلش لأنه في معلومات كويسة ما بنكاش وكويس وكأنك تبلش فين ولكن الشخص مثلا بقى الكتاب الموضوع ومثلا شخص مثلا بيده معلومات صحيحة مية في المية بنصحش فين تقييم الكتاب عشان هو من خالد يعني عشان هو صاحب خالد وكذا بعطي ستة عشانك يا خالد بس ولأنا بصاح كنت أعطي واحد أعطي ستة من عشان وبس هذا هو الكتاب واتمنى يعني يكون هذا الفيديو مفيد ولطيف ولزيز يلا سلام وإذا حاب تحكي أي شي بالتعليقات احكي إذا قات كتب على الذي ينقلي شوف خذ راحتك بالتعليقات وعمل دكية يلا سلام